دكتور قضايا الحجر احيانا يفاجأ الشخص بعد ما ربه وتعب وشيئي على ولاده ناحد ابنائه يقيم ضده دعوة حجر على غير اساس من القانون خلينا نقول الاول ايه شروط دعوة الحجر فبحدك الحجر مبدئين هو المنع ان احنا بنمنع الشخص من تصرف امواله حرصا على هزي الاموال لانه لم يتوفر لديه لم يعد لم يعد يتوفر لديه الادراك والتمييز اللازمين لحسن تصرفه في امواله ومنع من ضياحها فقد يترتب على تقدم السن نقص في القدرات العقلية قبير في السن ووصل مثلا بمرض مثلا زي الزهايمر او ضعف شديد جدا يجعله غير قادر على ادارة امواله بشكل حسن في الحالة دي يجوز رفع دعوة الحجر حليه امام حكمة الاسرة من جانب الاسرة او زوج شأن او نيابة العامة حتى يعني شرط اساسي ان يكون الشخص المطلوب الحجر عليه عنده مرض يمنعه عن يمنعه عن حسن ضرورة امواله لان المفروض ان الحجر شرع للحفاظ على اموال هذا الشخص لنضمن الانفاق منها عليه في المستقبل لان حتى كنت احنا منشوف وهو عنده اموال بيحجروا عليه عشان ياخدوها طيب ما ده يخلينا نقول ونشدد بقى على ان يجب ان تكون هذه القضايا محل عناية ورعاية يعني اذا ما تقدم ابن او احد الاقارب اقامة دعوة حجر ضد احد الاشخاص المسنين يجب ان يكون هناك عناية بهذه القضايا يعني تدرس يتم الكشف عليه بشكل ما يعتمدوش على شهادات او ما يعتمدوش على مستشفات خاصة بتقدم تأرير لازم اعتقد ذلك يضمن لهذا الرجل القاضي هو الذي يقدر هذه المسألة لانها مسألة موضوعية لكن يعني يفضل ان يتم الاستعانة بخبير موصوق فيه كخبير من وزارة الصحة او طب الشرعي او ته يعني انتفاق بين وزارة العدل ووزارة الصحة لتحديد لجان في كل محافظة لعرض هذه الحالات عليها حتى تأتي الشهادة من جهة موصوق بيها ليطمئن القاضي الى قضاء او اذا كان هيقضي به هيطلع قرار بالحجر من العدم لكن الاصل انها مسألة يقدرها القاضي الموضوع نفسه محكامة الاسرة بناء على الشهادات والقراءة يعني اذا نقش الشخص فواجد انه لا يعرف ايام الاسبوع ولا يستطيع ان يعرف مقدار المبلغ الذي يسلم اليه او ما شبه ذلك اعتقد هذا الامر يعني لا يحتاج الى لكن يفضل دائما قال لا تصدر احكام بالحجر الا بناء على تقرير طبي يطمئن لانه قد يكون في عقوبة على الشخص اللي بيرفع دعوة حجر على ابوه امه ثم يثبت للمحكمة انها دعوة كايدية او هي ممكن تدخل تحت نطاق البلاغ الكاذب لانه هذا الامر من شيء تبقى فيه عقوبة بشأن هذا الامر يعني يعرف انه لو عمل على ابوه او امه دعوة حجر تبقى عقوبة بعقوبة مشددة لانه كان من الالام اللي بيصيب هزا الشخص يا دكتور لما بيبقعد ربه طول العمر وانفق وشل وهو عي يعني مش عايز اقولك انا هقوله فيه كلام الناس كلها عرفاه وبعدين يفاجأ بمحضر بيخبط عليه وابنه جايب له قضية حجر عليه دي بتبقى صدمة نفسية غير طبعية والاسف احنانا منشوف في الحياة العملية اسوأ من الحجر يعني قد يسعى احد الابناء لحرمان احد الابوين الموجودة على قيد الحياة من المرس اصلا لاسباب قد تؤذي المشاعر اكثر من الحجر لكن فعلا قللي 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 مساءل خلي الناس تعرف وخلي الناس تاخد تجارب اخرى تتعلم منها يعني قد يسعى احد الابناء لمسلا لاسبات انه العلاقة الزوجية بين الاب والام انقاطعت من قبل وفاة الاب حتى يحرم الامة من المراسة للأسف وقد يكون هذا الشخص يعني غير محتاج اصلا للمال او تكون الامة اشد احتياجا منه يعني الواقع العملي بيفرز مسائل في منطال خطورة عشان كده انا بضم صوت لصوت حضرك انه في قانون حقوق المسنين المزمع اصداره يجب ان ينص على الزام الابن الاكبر فالذي يليه برعاية الاب لا ما ده جايله درواتي انا انا اجيلك دفع ويجب ان تكون هناك عقوبة لمن يهمل واذا رفع دعوة حجر يحق للمحكمة ذاتها المنظور امامها تصدر حكما بالحبس ولا يجوز للاب انه يتنازل او الام انها تتنازل او تتصار تنازل الاب يصبح غير مرزم المحكمة المحكمة من ظروف الدعوة اذا قدرت ان هذا الابن لا امل في اصلاحه يستطيع القادر ان يخدم العقوبة الجنائية اما اذا رأى انه هناك ظروف خارجة عن اردته كتحريد من الزوجة او ما شبه ذلك او غرر بهم من اصدقائه يعني ايه تحريد من الزوجة؟ لا لا مهما كان التغرير او تحريد الا الاملة يعني قصدي احنا نرجع السلطة القاضي تنازل الاب يعني يترك القرار النهائي القاضي وفقا لظروف الدعوة على حسب الدعوة طيب